إزاي أن تعاطف دي حاجة مهمة جداً جداً؟ إزاي التعاطف يبقى رشيد؟ أول حاجة عشان نبقى فيه تعاطف ببساطة نعلم أن التعاطف حق وليس منه يعني أنت بتتعاطف مع زوجتك أنت بتتعاطفي مع زوجك أنت بتتعاطف مع أولادكم أنت بتتعاطف مع بناتكم التعاطف ده حق حق للآخرين أنت تتعاطف معهم يعني ما تتعاملش معهم على أنهم بشر ما عندهمش عمق لأ هذا عندهم باطن اسمه المشاعر واسمه القلب فما تتعاملش معهم على أنهم مجرد عقل بتحط فيه معلومات لأ في أوقات كتيرة بيبقوا على فكرة مش محتاجين كلام كتير ولا معلومات ولا حلول أوقات كتيرة بيبقوا محتاجين احتضان فعشان كده لازم تعرف المسألة دي يبقى أول حاجة لابد أن نقر بأن التعاطف حق لأمر الثاني أن التعاطف حق في جزء التعاطف حق التعاطف حق كما يريد شريك الحياة لا كما تريد أنت فلما تيجي تتعاطف مع حد ما تتعاطفش زي ما أنت عايز تقوله إيه؟ أنا قلبي موع يا ماما مش عايزك قلبك تتوجع هو عايزك تقوله إيه؟ تطمنه فتتعاطف زي ما هو عايز يبقى أول حاجة التعاطف حق ده أول إجراء تاني حاجة أول حاجة في التعاطف أن أنت تضع نفسك مكان من تتعاطف معه وعشان كده الزوجة لازم نعرف أن الزوجة الأساسي عندها هو الأمان يبقى شعور أساسي عند الزوجة هو شهرة بالأمان فلما أنت تيجي تتعاطف مع زوجتك تبقى كل حاجة عا تتكلم بيها وكل حاجة عا تتكلمها بيها لازم تكون مرجعها إلى الأمان فده شيء مهم جدا جدا زي كده عايزة تتعاطف مع زوجك لازم تعرف المعنى الأساسي اللي بيحرك زوجك اللي هو إيه المعنى الأساسي؟ المعنى الأساسي هو الإنجاز هو البطولة يبقى إيه زن؟ لازم نبقى عارفين الإجراء ده يبقى أول حاجة لازم كل واحد فينا يعرف المعنى الأساسي المحرك لوجدان شريك حياته يبقى أنت وبتتكلم وبتتعاطف مع الزوجة هي مش محتاجة حلول قد ما محتاجة أمان فأنت ورايح تتعاطف حاول أن أنت تتحسسها بالأمان وإنت رايح تتعاطفي معاه حاول تتحسسيه من أنه هو مش مهزوم أنه هو مش حد دس عليه حاول تتحسسيه بأنه هو هيفضل بطلك في الوقت ده هيبقى حاجة مهمة جدا 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 يبقى أول حاجة التعاطف حق تاني حاجة لازم أعرف المعنى لازم أراعي المعنى المحرك للرجل وللمرأة معنى المحرك للمرأة هو الأمن والمعنى المحرك للرجل هو الإنجاز والبطولة تارت حاجة إننا لازم أستخدم الألفاظ التي تؤكد على أن ما هو فيه إيه اللي حاصل سيكون إلى أفضل يعني لو هو في خير تقوله كده وإنت بتتعاطف معاه لو هو في خير تيجي تقول لزوجك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي دي آخر الأفراح بل دي فاتحة خير وربنا يبرك لنا وإنت تستحق كل خير وإنت منور وإنت كمان إن شاء الله سبحانه وتعالى هتفضل يتفتح عليك أبواب الخير وإنت تقول لها أنا ما شفتش حد زيك في جمالك وفي حسن أخلاقك وإن زيك الله سبحانه وتعالى هيفضل يعطينا البركة والنور ويفضل مكانتك في قلبي تكبر وتزيد تالت حاجة التبشير يبقى لازم تبشر شريك حياتك وإنت بتتعاطف معاه طب إذا كان في مشكلة لازم تبشروا بأنها محلولة محلولة إن شاء الله ما تخافش إن شاء الله كل حاجة محلولة لإن إيه اللي حصل لو ما تحلتش يفضل الأمل موجود طب وتحلت يا يزيد مكانتك في قلبي شريك حياتك يبقى لازم تقول كده رابع حاجة رابع سلوك في التعاطف إن إيه اللي حصل الاستمرار وتأكيد الشعور بالخير لازم نؤكد هذا الأمر ما نقولهوش مرة وخلاص بقى أنت عتوك على دماغي أنا أفضل أتعاطف معاك على طول لا نفضل على طول كده وده وقت اللي يخلي الواحد منطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على كل سهل هين لي يبقى هنا وده وده وطول اللي يحصل آخر حاجة في التعاطف بعد التأكيد ده إن إحنا دايما لازم نأكد إن هذا التعاطف عبارة عن نمط للحياة يعني إيه نمط للحياة إحنا دايما مع بعض إحنا دايما محدش فينا عفارق التاني فالتأكيد على ما أسميه أنا أبادية التعاطف إن إحنا نفضل على كده على طول حاجة مهمة جدا لإن في بعض الناس بيحبوا بيخافوا إن حد يتعاطف معهم بعد كده إيه اللي يحصل فالتعاطف دايما يزور الحاجات دي مهمة جدا سيرورة التعاطف دي اللي بيسموه بروسس التعاطف ده شيء مهم جدا جدا في مسألة التعاطف أنا بنصح الناس بشوية حاجات يعملوها عشان التعاطف دايما يفضل موجود كل يوم قولوا لشركاء حياتكم كلام حلو إنتوا عارفين طبعا إن أنا صاحب مبدأ إن إحنا ما ننتظرش إن يتحرك الحب في قلبنا عشان نقول لأحبابنا إن إحنا بتحبهم قولوا لأحبابكم إن إنتوا بتحبوهم وحركوا أولوبكم بالحب يعني إيه اللي حاصل قول لشركة حياتك إن إنت بتحبها قول لها طول الوقت إن إنت بتحبها ليه؟ إن إيه في أوقات كده بتبقى سرحانة وحس إن إيه لوحدة فلما تفاجئها إن إنت بتحبها وتفاجئها إن إنت بتقولها كده تقول سبحان الله هو عرف منه إن أنا محتاجة الكلمتين دولة دلوقتي إنت لما تقولي لشرك حياتك الكلام ده هو هيحس إيه ده أنا كنت بفكر مين هيكون داعم لي وبيقول لي كلام حلو في الوقت ده يبقى الاستمرار في الكلام الحلو كل يوم قولوا لبعض كلام حلو قولوا لبعض كلام حلو كتير كلام يجعل الناس تسق في نفسها ويجعل الناس تحس بالبش الحياة التانية لو شرك حياتك حكى لك شيء متدايق منه فكر شوية في رد يظهر التعاطف قبل ما ترد يعني ما تردش على طول فكر شوية فكر شوية في إيه هو محتاجه ومحتاج ده وساعات بقول للناس فكر إنت لو ما كانوا كنت هتحتاجي لإيه بس فكروا إنت لو ما كانوا كنت هتحتاجي إيه ده إيه إذا كانت هي إمرأة فهي محتاجة أمان إذا كان هو رجل فهو محتاج أنه يحس أنه ما تهزمش آخر حاجة عشان تعاطفوا كتروا جدا جدا الدعاء اللي بيحبوا شرك الحياة إفرادوا جربوا في الأدعية لغاية ما تحس إن فيه دعاء بيحبوا شرك الحياة إله يا رب أبدا ما تغيبش عنه يا سلام إله يا رب ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فالله يبارك لك يدعي لي الدعاء ده على طول إله يا رب ربنا يوسع عليك ولا أبدا يزيل من قدامك كل المؤذيين ويحفظك ويخليك فيحس بإن هذا الدعاء بيخفف عنه بيسعده ونفس الكلام لشركة الحياة لازم تتعيلها تقولها ربنا يزيد الجمال وفضله ورحمة وحسن خلق ويخليك دايما في أعلى مرتبة في قلبي وفي قلوب كل أحبابك يا سلام تحب الدعاء ده فاختاروا الدعاء المناسب لشركاء حياتكم عشان يحسوا كمان أنتم متعاطفين معه يا رب اجعلنا قلوبنا على قلوب بعض وجعلنا دايما من أهل المحبة ومن أهل التعاطف التعاطف يا سادة كده كده كنز من كنوز الرحمن سبحانه وتعالى نسمة صيف في الوقت الحر اللي إحنا عايشينه في ده النسمة دي بتخلي الناس أقرب إلى بعض وتخلي الناس تنجازب إلى بعض ما شفتش حاجة تخلي القلوب بتتعلق ببعض قد التعاطف أنا أقول لكم أنا كل ما أفتكر أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقته لأحبابي كل ما بيزداد حبي ويزداد تعلقه بحضرة النبي اشتاقوا لبعض وتعاطفوا مع بعض حبكم هيزيد وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم في مودة ورحمة على الدوان اشتركوا في القناة